اعرب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن سعادته بالعودة الى المغرب الذي وصفه بانه بمثابة وطني موجها شكره لكرة القدم المغربية وللمملكة المغربية على مساهمتها الكبيرة في تطوير كرة القدم الافريقية واكد في تصريحه قائلا انا سعيد جدا بالتواجد هنا فقد اتيت لحضور نهائي دوري ابطال افريقيا للسيدات الذي سيقام غدا بالاضافة الى قرعة كأس امم افريقيا للسيدات التي ستستضيفها المغرب العام المقبل هذه النسخة ستكون الافضل والاكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم الافريقية للسيدات كما ان المغرب سيستضيف في ديسمبر المقبل بطولة كأس امم افريقيا حيث سيستقبل اشقاءنا المغاربة القارة الافريقية باكملها اعبر عن امتناني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على دعمه المستمر لكرة القدم الافريقية والشكر كذلك للشعب المغربي الذي يساهم دائما في تحقيق النجاح كما اخص بالشكر السيدة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على جهوده الاستثنائية في دعم وتطوير كرة القدم المغربية والافريقية ما تحقق في كأس العالم بقطر كان لحظة فخر لجميع الافارقة حيث تمكن المنتخب المغربي من الوصول الى نصف النهائي لاول مرة في التاريخ المغرب بلد مميز سياحيا ورياضيا وستحظى البطولات التي ستقام فيه بمشاهدة عالمية تصل الى اكثر من 176 دولة هذه الانجازات تجعلنا فخورين بجهود كرة القدم المغربية والافريقية ونتمنى ان تستمر النجاحات بمزيد من الدعم والتوفيق من الله لقد كنت مؤخرا في الولايات المتحدة والتقيت باحد الشباب المغاربة هناك وادركت مدى حب الجالية المغربية حول العالم لبلدهم وللمنتخب الوطني لذلك اعتبر عودتي الى المغرب دائما كعودتي الى البيت اشتركوا في القناة